مؤكد أن المباراة الأولى دائما تعتبر مفتاح العبور نحو الأدوار النهائية لأي مصابقة إفريقية ربما تخوف اليوم تخوف الوحيد بحكم تيقتنا الكبيرة في فريق الوطني وطبيعة تدبير بطولة مجمعة من قيمة نهاية كأسهم من إفريقيا بطولة مجمعة يعني اللاعبين كيكونوا كيقضيوا فترة أطول ما بينهم في فندق إقامة بعيدا عن أجواء العائلة بعيدا عن التزاماتهم العائلية وبتالي طريقة تدبير ربما بعض محطات وبعض الأزمات اللي كتوقع في أي منتخب وفي أي فريق في العالم لازم يتم تدبيرها بدكاء من طرف طاقم تقني من طرف مسؤولي عن الفريق الوطني لكي نكون جايزين للمباراة الأولى أمام ناميبيا اليوم كرة القدم الإفريقية لا تعترف بيئة صغار لا يوجد أي صغير في كرة القدم الإفريقية كل منتخبات كبيرة كل منتخبات عند باع طويل في المنافسة كل المنتخبات قادرة على الظهور بوجه قوي وذهب بعيدا في نهاية كأسهم من إفريقيا تقتنا كبيرة في فريق الوطني لكي يلعب تسعين دقيقة في توب فريق مرشح للفوز بلقب البطولة أكيد من دون استصغار منتخبنا ميبيا لكن لازم نعرف قيمتنا كواحد من فرسان إفريقيا في آخر منذ الكأس العالم في الروسيا ويكونوا أعتبروا دائما المباراة المفتاح أو المباراة الفخ بالنسبة لأي مشاركة في نهاية كأس إفريقيا للأمم على الورق نقول أن ناميبيا هي ربما الفارس الأضعف في هذه المجموعة لكن ربما تهورات سابقة أبنت بأنه ليس هناك فرسان أضعف في منافسة من هذا الحجم أي نهاية كأس إفريقيا للأمم هي ربما المباراة التي ستشكل مفتاح المشاركة المغربية يجب تحقيق الفوز وبحصة عريضة وبعرض طيب ينسي الجمهور نوعا ما الصورة الباهتة التي قدمها سواء أمام جامبيا أو أمام المنتخب الزامبي ومن ثم سنتعرف عن جاهزية اللاعبين بدنيا تقنيا فنيا نحيط أيضا الانسجام وخصوصا التعامل مع حالة الطقس الحار الذي يعني يهيمن على العاصمة المصرية القاهرة نعرف التوقيت رابعة والنصف وكلنا عشنا هذه الأيام الأخيرة حرارة مفرطة في هذا التوقيت العامل البدني سيكون عامل مؤثر في هذه المباراة ونتمنى حد سعيد للمنتخب المغربي لأن الخطوة الأولى يجب أن تكون ناجحة رغم أن ممكن المركز التي تتأهل لثوم النهائي لكن تبقى مباراة صعبة في ذلك الأجواء الاستعدادات التي لم تكن بالأجواء الإيجابية هذا من جهة من جهة كذلك انخفاض أو مردود بعض اللاعبين ليس في المستوى أهمهم يعني بنعطيها الذي لم يكن في المستوى أمام غامبيا وزامبيا من جهة وبالتالي ننتظر مباراة مهمة مباراة كبيرة للمنتخب المغربي لتغيير الصورة التي قدمها أمام غامبيا وزامبيا في مراكش وبالتالي المباراة الأولى أمام ناميبيا مباراة صعبة أسلوب لعب المنتخب الناميبي يشبه بشكل كبير أسلوب لعب المنتخب الزامبي وننتظر ردة فعل وإجابة واضحة من لعب المنتخب المغربي وتحقيق انتصار أول يسهل الطريق ويعبد الطريق إن شاء الله إلى ثم النهائي